أنهى المشاركون في أعمال الدورة التدريبية حول إدارة الميزانية والمحاسبة لصالح ممثلي بعض البلديات وقد ركزت الدورة على التبادل عن نظم لا مركزية لإرادات المالية بالسلطات المحلية لللا مركزية تقرير هارون أبا أدم شارك في هذه الورشة ممثلي 16 من بلديات المدن من إدارين وفنين في المالية وذلك للتباحث والتبادل حول إدارة الميزانية والمحاسبة للسلطات المحلية لللا مركزية وقد خرجوا بتوصيات طالبوا فيها بضرورة تطبيق النصوص والقوانين المتعلقة بالتفعيل لنظام اللامركزية وتنظيم ويرش مماثلة لتقوية كفاءات العاملين بالإدارات المحلية من أجل التسيير الجيد للمال العام وتزويد هذه الإدارات بفنين مؤهلين لضمان شفافية وقد اختتم عمال الورشة رسميا المدير العام النائب للامركزية أباكر موسى نخو ألفا والذي قال بأن هذه الورشة تدخل في إطار جهود الحكومة عبر وزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي للارتقاء بأداء السلطات الإدارية في سعين لتطبيق الفعلي للنظام اللامركزية وذلك تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو الرامع إلى رفع مستوى العمل الإداري في كافة المجالات